تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر الأوليمفي تحت سن 23 سنة اللي الحقيقة قد مباراة كبيرة جدا رغما بأنه هو تقريبا يكاد يكون لعب الماتش كله بعشر لعيبة بس يعني باستثناء أول عشر اتناشر دقيقة لكن بقيت الجيم بالكامل لعبه بعشر لعيبة فقط أمام منتخب المغرب القوي طبعا بغض النظر عن نتيجة المباراة والخسارة لازم نتوجه بتحية كبيرة لكل اللعيبة ومن ننساش نقول لهم مليون مبروك التأهل لأولمبيات باريس عشرين أربع وعشرين بس احنا مش عايزين مجرد التأهل احنا مستنين منكم ميداليا أولمبية ان شاء الله لازم نشيد كمان بأداء جميع اللعيبة وطبعا يعني هدف منتخب مصر الأول اللي أحرزه محمود صابر أو اللي أحرزه في المباراة يعني محمود صابر هدف عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن للأسف الشديد فرحتنا به ما كملتش قول لأنه أخذ طرد بعدها وكان مفاجأة مش لطيفة الحقيقة وسبب خيبة أمل كبيرة للمنتخب المصري وكلنا طبعا كنا زعلانين واحنا بنتابع اللعب وهو خارج بيبكي وهو خارج يعني برى أرضية الملعب حابين كمان نشيد بميكايالي اللي هو مدرب منتخب مصر الأولمبي اللي يعد بمثابة جورديولا المنتخبات الناشئين حول العالم الحقيقة عايزين نقول إن عدم الفوز بأمم أفريقيا أكيد شيء أحزننا لكن في النهاية هو مش نهاية المطاف لازم نبدأ الإعداد الجيد للأولمبياد من دلوقتي عشان نقدم أداء قوي ونوصل لهدفنا بتحقيق ميدالية أولمبية إن شاء الله كل الشكر والتقدير والامتنان للجهاز الفني والإداري ولكل اللعيبة الموجودين في المنتخب الأولمبي على الروح القتالية اللي ظهروا عليها في الفترة الأخيرة وطبعا رغم خسارة نهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة ورغم إن احنا كنا من لعب المنافس القوي وإحنا نقصين لعب لكن الحقيقة يعني كسبنا منتخب قوي متأهل للأولمبياد إن شاء الله للمرة التانية على التوالي وده إنجاز رياضي كبير قوي يعني للرياضة المصرية بشكل عام شكرا للأداء المشرف خلال البطولة وخصوصا في اللقاء النهائي أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض وصاحب الجمهور وده الحقيقة جيل واعد جدا للمنتخب الأول بعد كده ولمستقبل كرة القدم المصرية